قال دكتور أسامة العبد رئيس لجنة شؤون الدينية بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع الجاري لمناقشة تطورات أزمة الخطبة المكتوبة وأن اللجنة سيكون لها لقاء قريب مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطائب العبد أضاف أن اللجنة ستلعب دور الوسيط بين الطرفين للوصول لحل يحتوي هذه الأزمة وأنه لا بد من احتواء للخلاف على بين كل الجهات وأي جهة وجهة أخرى وخاصة إذا كانت جهة من الجهات الدينية أشار رئيس لجنة شؤون الدينية إلى أنه طالب وزير الأوقاف بعدم إصدار قرار الخطبة المكتوبة إلا بعد الدراسة الوافية لها لتحديد مدى السلبيات والإيجابيات الخاصة بها مؤكدا أن الخطبة لا يجب أن تكون على سبيل الإجبار